عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين هنا بقى أن يكف شعره وثيابه هذه جملة أمه منفصلة أمه بعدها اللي بعدها متعلق بقوله سبعة أعظم على سبعة أعظم إيه السبعة الكفين والركبتين والقدمين والجبهة وكلمة أعظم هي من الجموع من صيغ الجموع من صيغ الجمع أعظم يقال عظام وأعظم جمع عظمة يعني أعظم جمع العظمة إيه هي العظام؟ الكفين الكفين هكذا والركبتين معروفين والقدمين أي مشت القدمين والجبهة اللي هي الجبين ده دول السبعة اللي إحنا مأمورين أو أمرنا أن نسجد عليهم يعني ما صحش واحد يبقى ساجد ورافع رجلي الفوق يعني أنا لاحظت بعض الناس يعني قد يرفع القدمين عن الأرض لا يجوز لابد من وضع القدمين على الأرض ولابد من طبعا والركبتين معروف لكن في بعض الناس تجافي بين الأنف وبين وبين الأرض لا هو المفروض الأنف مع الجبهة اللي اتنين بيتوضعوا على الأرض والكفين هكذا الكفين مع القدمين مع الركبتين مع الجبهة والجبهة بيكون معها الأنف يعني ما ينبغي أن تجافي بين الأرض وبين الأنف ونهي أن يكف شعره وثيابه يعني يعني نهي أن يشتغل بكف الشعر الشعر نازل كده ما يصحش أنه هو يرده كده اجتناب الأول اللي كثرت الحركة وبالنسبة للثوب لأن لا يجمع لأن الكف بمعنى الكفت أيضا يكفت ثوبه يكفت بمعنى يضمه أو يجمعه يضمه أو يجمعه فهذا موضع نهي نهي عن أن يكفت ثوبه أو أن يكف ثوبه وشعره وهذا